قبل ما كمل والحلقة كلها النهاردة طبعا عن مواجهة مصر وغينيا بساو قبل ما كمل بس خليني يقف مع خبر انتشر كالنار في الهاشيم يعني نهاردة الناس كلها صحيحة عالصبح لقيت انه تصريحات كارلو عنشالوتي فيما يتعلق بمشاركة الريال في العالم متصدرة كل المواقع على السوشال ميديا على وسائل اعلام الكل بيتكلم على تصريحات كارلو عنشالوتي انه ريال مدريد لن يشارك في نسخة كاس العالم للاندية بشكلها الجديد في عشرين خمسة وعشرين وده الحقيقة كان خبر غريب جدا جدا والحقيقة انا اقول ما تابعته لقيته منتشر كده حسيت انه يعني يبدو انه الخبر صحيح لكن الخبر لا اساس له من الصحة وده اللي اكده الحقيقة ندي ريال مدريد على واحدة من صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة اكس واللي كتب فيها انه بالتأكيد ريال مدريد زي ما حضرتكم شايفين كده انه ريال مدريد يهمه انه يعلن انه انه ما فيش اي مجال او سؤال من الممكن ترحه عن او يتعلق بمشاركة ريال مدريد في كاس العالم بشكلها الجديد اللي هينظمها الفيفا في مسم 24-25 النادي الملكي بيأكد انه هياخد او هيشارك في هذه البطولة وانه يشعر بفخر شديد جدا وحماس كبير جدا للانخراط في البطولة بالحجم ده وبيعد الملايين من جماهيره في كل انحاء العالم بانه بيسعى لتحقيق لقب جديد ده رد ريال مدريد على صفحته او على حسابه الرسمي على موقع اكس في نفس الوقت كارلوان شلوط يمكن كمان نزل تعليق وقال انه يعني حاول يوضح الامور لانه وضح انه كان فيه تحريف لتصريحاته هو قال برضو على حسابه الرسمي انه اثناء مقابلته مع الجورنالي الايطالية قال انه تم تحريف او تم يعني كان فيه سوء تفاهم فيما يتعلق بتصريحاته وانه كلامه اللي عبر بيه عن وجهة نظره لم يتم تفسيره بشكل مظبوط وانه بالتأكيد فيه رغبة كبيرة جدا لنادي في انه هو يشارك في بطولة كاس العالم فكل ما قيل او اثير حول عدم مشاكة ريال مدريد تأكد تماما انه ليس لها اساس من الصحة وبالتأكيد نادي بحجم الريال في بطولة بحجم كاس العالم الاندية مع الزخم الكبير ومع مشاركة 32 نادي هما الاكبر والافضل على مستوى العالم في السنوات الاخيرة بالتأكيد هيكون خيار كبير وهي فرصة برضو الغريم التقليدي ريال مدريد يكون موجود معنا في نفس البطولة